أشهد وزير شؤون الإعلام علي بن محمد رميحي بعمق العلاقات التاريخية الودية والوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتطورها على كافة المستويات باعتبارها أنموذجا للأخوة العربية وشراكة الاستراتيجية القائمة على أسس متينة من التعاون الثنائي والمصالح المشتركة وتطابق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية وخلال مأدبة عشاء أقامها على شرف رؤساء التحرير وإعلاميين مصريين وبحرينيين في العاصمة القاهرة أعرب الوزير عن اعتزاز البحرين بالمواقف التاريخية المصرية الثابتة وحرصها الدائم على نصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وأضاف الرميح خلال حديثه مع الإعلاميين أن مصر بثقلها التاريخي وحضاراتها العريقة وقوتها البشرية إلى جانب أشقائها في دول ملس التعاون الخليجي من أهم ركائز تقدم وازدهار الأمتين العربية والإسلامية وأكدان القمة البحرينية المصرية السادسة بين جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدة وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس القيمة والمكانة العالية التي تتبوأها مصر العروبة وبلد الأزهر الشريف في قلبي ووجدان البحرين قيادة وشعبا وتمثل دفعة قوية على صعيد توثيق علاقات التعاون والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين واستعرض وزير الشؤون العلامي الأحاديث الودية مع رؤساء تحرير الصحف المصرية والإعلاميين والقضايا ذات الاهتمام المشترك أهمية زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه إلى جمهورية مصر العربية تأتي من واقع العلاقات التاريخية الوسيقى بين البلدين الشقيقين ولتفعيل أواصر التعاون السياسي والاستراتيجي والاقتصادي والتجاري وفي جميع المجالات الثقافية أيضا والإعلامية يعني طبعا زيارة الملك البحرين إلى مصر زيارة بتكتسب أهمية قصوى في هذا التوقيت بالذات في الوقت الذي يواجه فيه العالم العربي تحديات خطيرة غير مسبوقة أدت الأسف الشديد إلى سقوط وتدمير العديد من الدول العربية الكبرى ولذلك ينبغي في الوقت الحالي أن يكون هناك الدول العربية التي تقف في مواجهة المخططات التي تريد إسقاط الأمة العربية طبعا على رأسها البحرين مملكة البحرين الشقيقة وجمهورية مصر العربية لابد أن يكون هناك تعاون وتنصيخ للمواقف لمواجهة هذه التحديات شرف كبير زيارة جلالة الملك لجمهورية مصر العربية والحقيقة أن مصر والبحرين دائما وأبدا بينهم علاقات أسرية وعلاقات ودية جدا ودائما وأبدا الحقيقة بتربطهم مصالح مشتركة بعيدا عن روابط الدم وروابط العروبة المشتركة مملكة البحرين وقفت بقوة مع مصر في كل المشكلات التي وجهتها خصوصا بعد 306 أعتقد أن أفاق التعاون وأفاق الاستثمار اللي ممكن يكون بين البلدين في الفترة المقبلة ممكن يكون كله إيجابي في إطار اتفاقيات بين الزعيمين الكبيرين ترجمة نانسي قنقر